تشتهر مدينة نبرو في محافظة الدقالية بصناعة الفسيخ منذ عقود حيث تلقى تلك الصناعة اقبالا كبيرا في مواسم العياد وشم النسيم وبدأت مدينة نبرو استعداداتها لاستقبال المواطنين وبيع الأسماك المملحة احتفالا بعيض الربيع ويتزمن موسم شراء الفسيخ للعام الثالث على التوالي مع شهر رمضان منذ عشرات السنين تعرف مدينة نبرو في محافظة الدقالية بصناعة الفسيخ تلك الأكلة الشعبية التي تلقى رواجا كبيرا في مواسم العياد وشم النسيم وترجع أصولها للمصريين القدماء تقع نبرو على الشاطئ الغربي لنهر النيل فرعي ضميات حيث يوجد أكثر من خمسين مصنعا وخمسة وستين محلا لتصنيع وبيع الفسيخ وتستعد مدينة نبرو لاستقبال عيد الفطر المبارك بتجهيز آلاف الأطنان من الفسيخ أجواء شام النسيم السنين دي زي السنين اللي فاتت زي السنتين اللي جي فيهم شام النسيم في رمضان الإقبال ضعيف شوية بس بيتعوض في العيد بدأت مدينة نبرو استعداداتها لاستقبال المواطنين وبيع الأسماك المملحة احتفالا بعياد الربيع ويتزامن موسم شراء الفسيخ للعام الثالث على التوالي مع شهر رمضان المبارك مما يتسبب في ضعف الإقبال على شراء الأسماك المملحة مقارنة بالأعوام الماضية وذلك لصعوبة تناولها خلال الصيام سنة دي الفسيخ هو في العيد والعيد جاي معه شام النسيم بس العيد أحسن من شام النسيم الحمد لله ربنا بيعوض الناس في العيد فيه إقبال كبير قوي قوي في العيد وجاي سنة الكحك والفسيخ سنة دي مع بعض كل صلوات طيبية مدينة نوروب تشتهر في الفسيخ من حيث الجودة والسعر والنظافة والأمانة وكل حاجة عن أي بلد تانية هذا العام يتجه العديد من الزبائن خاصة السيدات إلى الفسيخ المخلي الجاهز ويعد هذا النوع من الفسيخ المخلي ابتكارا من البائعين في نبرو لجذب وتشجيع السيدات خاصة لشرائه لسهولته ويعتبر جاهزا للأكل مباشرة